اهلا بكم في قناتكم king of the cards دلوقتي احنا وصلنا للبرج رقم 9 وهو برج القوس برج القوس بيبتدي 21 نوفمبر حتى 22 ديسمبر هو برج ناري علامة النار الحاكم بتاعه المشترى اليوم بتاعه هو يوم الخميس الرقم بتاعه هو رقم 3 الاشخاص الذين ولدوا تحت علامة القوس هم من اصحاب الرؤى الذين غالبا ما يكونون متقدمين على عصرهم بافكارهم انهم مبشرون بالمثل العالي الذين يبحثون عن المعنى وتحققون الذات انهم يريدون استكشاف في الحياة بشكل كامل يعني بيحبوا البحث والتدوير في الحياة بيتعلموا من خبرتهم في الحياة لديهم القدرة على اقتناص الفرص الجديدة ويتبعون الحظ هذا هو السبب في انهم عادة ما يقومون بعمل جيد في الحياة اذا لم ينجح شيء ما فانهم لا يستسلمون للشكوك ويجدرون على الفور هدفا اخر يعني لما ما بينجحش معهم حاجة بيحاولوا انهم ما يعملوا حاجة تانية ما بيقسوش انهم مقاتلون من اجل الحرية بيحبوا الحرية ويحتاجون الى الكثير من الاستقلال حياتهم عبارة عن رحلة مغامرة موليد القوس ودوديون واثقون في انفسهم لقد ولدوا ممثلين انهم يتحركون بسهولة في اعلى الدوائر الاجتماعية ويضمن لهم سحرهم وطبيعياتهم الودية استحسان من حولهم الخوف الداخلي من فقدان شيء ما يجعلهم نشطين اينما يحدث شيء جديد وغير عادي انهم يهتمون بكل ما هو عصري حاليا وفي يتوقع موليد القوس العظمة في جميع جوانب الحياة ولذلك انهم يمكنهم تظاهر الافتراض ومن سماتهم السلبية الاخرى المبالغة في الوعود الميزات الايجابية لبرج لبرجنا ده برج القوس حماس التفاؤل الحدث المثالية عدالة طبيعة المغامرة استقلال سخاء كرامة خلاص تسامح سخاء في الاخلاص نقاط الضعف بتاعتهم القوس متهور انه يشعر بالملل والقلق لا شيء في الحياة يجب ان يتكرر انه يبحث باستمرار عن تحديات جديدة بيحب التحديات والاصارة يشعر بالزمد لعدم قدرته على انهاء جميع المشاريع التي قسمها انه خائف من الفشل بيخاف من الفشل ما بيحبش انه ويفشل فمش بيستسلم بسهولة للفشل يميل الى الاعتدال يقرح ان يكون مقيدا بيحب الحرية انه يبني باستمرار شبكة من الاتصالات هو مبتكر من الجيد له ان يكون قريبا من عالم المشاهير وان يتعرف شخصيا على العديد من السياسيين والفنانين وغيرهم من المشاهير يعد كثيرا وغالبا ما يكون قادر من يكون غير قادر على الوفاء بوعوده يعني مش منتظم بالوعد بتاعه مش بيدي وعد واحيانا بيخلف فيه انه يفتقر الى اللباقة القوس يؤذي الاخرين من فتاحهم الدافع الرئيسي التنمية الشخصية التحديات الجديدة رجل القوس هنتكلم على رجل القوس اذا كنت ترغبين في الحصول على رجل برج القوس التعامل معه الى جانبك عليك ان تعرفي كيفية يعني غمس القوس في مغامرات الحب دون الكثير من التفكير انه يحب التنوع لذلك سيستغرق الامر بعض الوقت ليتعلم كيفية الاستمرار لفترة اطول في العلاقة أو حتى الزواج برج القوس يجب ان يكون الشريكة الذي يختار متسامحا جدا ولا يعتقد ان النزاعات سيتم حلها عن طرق الحجج او مشاهد الغيرة القوس متسامحا جدا ولا يعتقد ان النزاعات سيتم حلها عن طرق الحجج او مشاهد الغيرة المشحونة عاطفيا او الشك مثل هذا السلوك سوف يواجه القص إلى امرأة أخرى يحب المغازلة ويشعر بالإطراء من عاطفة النساء يجب على المرأة التي تريد الاحتفاظ ببرج القص أن تكون محبة وصديقة عظيمة وأن تدعم أحلامه رغم أنها غير وقعية في كثير من الأحيان ويجب أن لا ترغب في تغيير سلكه الطفولي أحيانا عندها ستجد فيه شريكا ممتعا لن تشعر بالملل معه أبدا لم تشعر بالملل معه أبدا وسيعيدها لرحلة مثيرة عبر الحياة بالنسبة لأمرأة برج القص إنها مستقلة وبديهة ومبتكرة وزكية إنها طموحة وعادة ما يكون لديها خطط كبيرة إذا فشلت هي في تحقيقها سوف تختار مثل هذا الرجل الذي ستشجعه على تحقيق إنجازات ونجاحات عظيمة بالنسبة لمرأة القص الأدوار في المجتمع الهيبة مهمة لذلك ستحاول الحصول على تعليم جامعي والحصول على شهادة ومكانة اجتماعية مناسبة تحتاج مرأة القص إلى شريك يقدر روح الدعابة التي تتمتع بها لن يكون من السهل القبض عليها إنه يحتاج إلى الكثير من الحرية والحرية تحب أن تكون في حالة حب لذلك قد يحدث لها أن تنظر إلى شخص آخر رغم إنها ستكون في علاقة دائمة لكنها ربما ستتغلب على الأمر قريبا إنه يحتاج إلى شريك تماعي ولكن أيضا زكي وكريم مقابل للتكايير يجب أن يمنحها الكثير من الحرية وأن يكون مستعدا للتغيرات المفاجئة وإلا يشك في صدقها وإن يعتاد على النقد الصادم وعدم الحساسية في بعض الأحيان وأن يوفر لها الأمان العاطفي يفهم مولود برج القوس بعض بشكل أفضل الأبراج المناسبة أو تتوافق مع برج القوس برج الثور أو الجوزاء أو الأسد أو الميزان أو العقرب أو الدلو أو الحوت وفي العمال برج الثور الجوزاء العقرب الجدي الدلو والحوت أيضا أجزاء الجسم يعين علم التنجيم علامة القوس للوركين وعظم الفغد والأوردة والحركة ارتبط وظيفة الكبد أيضا بعلامة القوس بالنسبة للأحجار الكريمة الفيروز اللازور العقيق الأبيض الإسبنيل الأزرق اليقوت التوباز الأزرق بالنسبة للألوان يحب اللون الأزرق واللون الفيروزي بالنسبة للرائحة يستخدم زيت الزنجبيل كمنشط للجسم يخفف من الآلام ما قبل الدورة الشهرية عند النساء والتوتر في منطقة البطن يقلل من التعب ويستخدم للتدليق العضلات المتصلبة والروماتيزم والكدمات البطاقة التارو الكارت اسمه الاعتدال يجب على موليد برج القوس أن يتبنى نهجا متوازنا ومعتدلا تجاه أنفسهم ومحيطهم الصبر والرحمة والسيطرة على العواطف يجب على مولود القوس قم الميول نحو الانحراف سيؤدي هذا إلى حياة أكثر سعادة وصحة المهنة المناسبة لبرج القوس يحتاج موليد القوس إلى الحرية والتحفيز الفكري وهذا يوفر لهم مهن مثل مسافر، طيار، موظف جمارك، مرشد سياحي، مترجم فوري، مترجم عادي، عامل السفارة، دبلوماسي، كاتب، عمود، ناشر، منتج، كاتب، وكيل إعلانات، بائع، متجول، سمصار برصة، رجل دين، فيلسوف، محامي أو أستاذ، سياسي، جماعات، جماعات ضغط سياسي، معلق، مراسل أجنبي، مسؤول صحفي، علاقات عامة، مدرب شخصي، موزع طعام، مصور أو صياد، مربي حيوانات، طبيب بيطانة، عالم حيوان، عالم فلت، عالم بيئة، عالم أرصاد جوية، رياضي، عامل طيران، محترف سي كي، مدرس لغة، عامل، مصدر، مدير أعمال أو مستشار المكان المناسب للعيشة أو للسفر جنوب فرنسا، المجر، إيطاليا، اليابان، البحرين، أسبانيا، نيوزولندا الهداية المناسبة لبرج القوس سوف يستمتع موليد برج القوس بكل ما يتعلق للمغامرات أو الأفلام يعني بيحب الأفلام، بيحب الصفر، يعني ممكن تشتري له DVD يسمع فيلم وصائقي عن الصفر مثلا قواميس اللغة الأجنبية بيحبها سيكونوا سعداء أيضا بالدورة المدفوعة مسبقا للغة الأجنبية أخرى إنهم متحمسون للغاية للتزاكر المدفوعة مواريد القوس نشطون ومرحون وسوف يستمتعون بالألعاب الاجتماعية المختلفة مثل الشطرنج، أيضا الدراجات واكسسورات الدراجات، الدراجات ومساعدات الغوس اللي هي المسك الزعاني في الحاجات دي والزلاجات أو الدوارة اللي هي الدوائر يحب الأشخاص المولدين تحت هذه العلامة التواجد فيه مكان يحدث فيه شيء مثير الاهتمام يحبون أن يكونوا جزء مما يسمى المجتمع الأعلى اشتري لهم عدوية في بعض الألعاب الرياضية أو الأندية الأخرى حيث يلتقي أشخاص مهمين من عالم الأعمال والفنون والفكر كيفية الحصول على برج القوس لو عايزين نحصل على برج القوس سواء ست أو راجل أعطيهم مهمة صعبة يحبون التحديات والمغامرات كن متفائلا وإيجابيا لا تنقضهم سافر معهم تعميق معرفتك بالجغرافيا يحب موليد برج القوس التحدث عن الدول والمدن الأجنبية يجب أن تعرف كل ما هو جديد من المطاعم والمحلات التجارية والنوادي والمعارض وغيرها من الأحداث الهمة في مدينتك على الأقل لا تذكرهم بإخفاقاتهم منحهم الكثير من الحرية القوس بالنسبة للوالد هو مغامر سيأخذ الطفل معه في رحلات إلى كل مكان كما يستطيع سوف تدعم تعليمه لديه ميل إلى نقل أحلامه غير المحققة إلى طفله الانتظام والانضباط ليس متأصلين فيه الأمر الذي قد يكون مشكلة عند تربية الأطفال على علامات الماء والأرض بالنسبة للأطفال في برج القوس أنه طفل متفائل ومرح ومؤز سيكون متحمسا لاستكشاف العالم ولديه العديد من الأسئلة أنه زكي جدا ومن المحتمل أن يتعلم جيدا ومع ذلك يجب على المعلمين أن يكونوا متسامحين مع صراحته وقلقه لا يخاف من السلطة ويحب انتهاك قواعد الاجتماعية قد يميل إلى القيام بكل شيء في اللحظة الأخيرة أنه يحتاج إلى الكثير من التمارين والاهتمامات يمكن الحيوان الأليف أن يساعده على تعليم المسئولية ورعاية الآخرين كده نبنتهينا من برج القوس أتمنى تكونوا فهمتوا اللي أنا عايز أقوله لكم بطريقة سهلة وبسيطة إلى اللقاء في فيديو آخر من قناتكم كينج أوف دا كارتس ترجمة نانسي قنقر